بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله دائما عندما أرى هذه الأمواج وأرى زبد البحر سبحان الله أتذكر سبحان الملك هذا الزبد الذي هو الرغوة التي تكون فوق الأمواج تعلو الأمواج هذا هو الزبد أتذكر أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الحديث العظيم الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأمل معي أخي الحبيب كم هو سهل جدا وكم رحمة الله واسعة من سبح دبر صلاة الغداء يعني صلاة الغداء هي الصلاة الصبح أو الفجر ودبر يعني بعد عقب مئة تسبيحة وهلل مئة تهليلة إذن قال سبحان الله مئة مرة وهلل يعني قال لا إله إلا الله مئة مرة ما هي النتيجة؟ كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة يعني هذا النبي الكريم أعطانا طرق رائعة يفتقدها الملحدون في عالم الإلحاد وبقية الأديان لا يوجد مثل هذا الكلام أيها الأحبة هم فقدوا نعمة الإحساس بالله عز وجل نعمة أن تشعر أن الله قريب منك أن الله يحبك أرسل لك هذا النبي الكريم ليخبرك بطرق سهلة جدا لمغفرة الذنوب مغفرة تامة يعني الله عز وجل يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر مهما كانت مهما فعلت من الكبائر من الذنوب عقوق الوالدين الفواحج كل شيء كل شيء تتخيله إذا حافظت على صلاة الفجر وبعد كل صلاة كل يوم تقول سبحان الله مئة مرة ولا إله إلا الله مئة مرة كم القضية السهلة خلال يعني أنا أتصور خلال خمس دقائق يمكن أن تقول لن تأخذ أكثر من خمس دقائق منك هذه التسبيحة والتهليلة التي هي سبب في مغفرة ذنوبك كاملة إن شاء الله لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نحرس وينبغي ونحن نذكر الله لأن كثير من الناس يذكر الله مثل ببغاء لذلك تجد حياته تعيسى يقول لك أنا أذكر الله ولكنني مصاب بوسواس قهر وأنا أقرأ القرآن ولكنني مكتئب وأنا أصلي وأحافظ على الصلوات وأسمع القرآن ولكن حياتي تعيسى لماذا؟ لأنك لا تتدبر ما تقول لا لا تحاول أن تتأمل يجب أن تتفكر لأن ديننا أيها الأحبة دين تفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يعني التفكر هو عبادة لله عز وجل لا تقل أهمية عن عبادة الصلاة والزكاة والحج وبقية العبادات وربما تكون أعلى منها لأننا كما نعلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة يعني أن تعبد الله على جهل لمدة سنة لا تجلس وتفكر ساعة على علم خيرا لك من ذلك لأن الشيطان من السهل عليه أن يحتال على أي إنسان جاهل ويوسوس له بينما العالم لا يستطيع يعني هل رأيتم عالما في القرآن وفي التفسير وفي التدبر يصاب بوسواس طهري؟ مستحيل لأن الشيطان لا يتمكن إلا من الضعيف الجاهل إذن أحبتي في الله عندما تقول سبحان الله يجب أن تتخيل أن معنى هذه العبارة أنني أنزه الله هذا الملك يتعالى يتنزى يتقدس سبحانه وتعالى عن النقص يعني أنا مثلا مصاب بوسواس قال مثال يجب أن يكون لدي ثقة كاملة أن الله قادر أن يبعد عني وساوس الشيطان كلما كانت ثقتك بالله أكبر كلما ابتعدت عن الشيطان أكثر ووساوسه أكثر أنا أعاني من ضيق في الرزق كلما استيقنت أن الله قادر أن يرزقني وغير عاجز أن يهيئ لي الرزق من حيث لا أحتسب أنا سيبتعد عني الشيطان وسيصبح الرزق أكبر وأكثر وطبعا هو الرزق مكتوب ولكن توضع البركة فيه طيب هناك الكثير من الناس يقول سبحان الله ولا يفهم معناها يجب أن تخرج من قلبك سبحان الله يعني يا رب أنت عظيم جدا تعاليت يا رب عن الولد عن النقص تعاليت عما يقولون علوا كبيرا لذلك أحبتي في الله يجب أن تتفكروا بمعاني ما تقولون حتى عندما تقول لا إله إلا الله يجب أن تشعر بأعماقك أنك تعبد إلها حيا قيوما إله واحد فقط لا إله إلا هو يجب أن تشعر أن المتحكم بهذا الكون هو إله واحد لا إله إلا الله وليس فلان أو فلان كثير من الناس ويمكن أن يكون مؤمن ولكن إيمانه ناقص يخاف من البشر يخاف من المستقبل يخاف من الغد يخاف من قلة الرزق يخاف من المرض يخاف من الوباء تجد حياته مليئة بالمخاوف والله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلذلك أخي الحبيب هنا ينبغي عليك أن تؤمن بالله تجدد إيمانك كيف أجدد إيماني من خلال فهمي لكلام الله عندما تقول لا إله إلا الله أي لا يوجد إله يستحق العبادة إلا الله ليس هناك إله قادر أن يغفر لي إلا الله ليس هناك إله قادر أن يرزقني أو يشفيني أو يحفظني إلا الله عندما تفهم معنى ما تقول معنى التسبيح ومعنى التهليل حقيقة أنت تتخلص من عقد العصر من عقدة الذنب تتخلص من الهموم والمشاكل والمخاوف التي يعاني منها عدد كبير اليوم وسوف تشعر بالحياة المطمئنة ومن هنا نتذكر ماذا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما معنى مؤمن يعني مقتنع الإيمان ليس مجرد كلام أيها الأحبة عندما تقول أنا مؤمن أن هذا البحر موجود يعني أنا مقتنع أنا مؤمن أن الله قادر أن يحفظني ثم أخاف إذن هناك مشكلة أنا مؤمن أن الله قادر أن يرزقني ثم أحمل هم الرزق هناك مشكلة في إيماني يجب أن أصحح إيماني فإذن ما معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي مقتنع بكلام الله عز وجل مصدق لكلامه موقن به فلا نحيي ينه حياة طيبة بعيدا عن المشاكل والهموم والوساوس والمخاوذ هذا في الدنيا ولكن ماذا في الآخرة ولا نجزي ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لذلك أخي الحبيب أرجو أن تكون قد فهمت معي معنى سبحان الله ومعنى لا إله إلا الله ولماذا إذا قلت هذا الذكر بعد صلاة الغدات بالذات صلاة الصبح لأنها مهمة جدا معظم الناس يكونون غافلين في هذا الوقت للأسف فأنت عندما تقوم لله وتصلي وتذكر الله تجد أن الله سبحانه وتعالى قريبا منك يحفظك طوال النهار ويغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يطهرنا من شهوات الدنيا وأن يجعلنا من المتفكرين المتدبرين وأذكرك وأقول وأختم سبحان الله مئة مرة لا إله إلا الله مئة مرة بعد صلاة الفجر وإن شاء الله تكفر عنك ذنوبك كاملة وإن كانت مثل زبد البحر حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر